أعزائي طلاب الصف العاشر يسرني أن أقدم إليكم اليوم درسا من دروس النصوص وهو بعنوان بنفتخر الزمان الأهداف التي يمكن تحقيقها في هذا الدرس أن يقرأ الطالب النص قراءة شعرية متمثلا المعنى يوضح معاني المفردات الصعبة يستنتج أفكار الدرس الجزئية يشرح الصور الفنية والأساليب اللغوية من الشاعر صاحب النص؟ وماذا تعرف عنه؟ هو الأمير عبد القادر الجزائري فارس وفقير ومفكر وشاعر ولد في الجزائر عام 1808 قاد المقاومة الجزائرية منذ الصباح ضد الاحتلال الفرنسي وكبدهم خسائر فادحة فهادنوا ثم تمكنوا من القبض عليه ونفيه إلى دمشق حيث تؤفي فيها عام 1883 ما الذي يعرضه الشاعر في النص؟ يدور النص حول الفقر والاتزاز بالأمة العربية وما تنتزم به من صفات حميدة يفخر بها الزمان أبناء العزاء لقد قسمنا هذا النص إلى جزائن الجزء الأول من البيت الأول حتى البيت العاشر يقول الشاعر في هذا البيت لنا في كل مكرمة مجال ومن فوق السماك لنا رجال ركبنا للمكارم كل هول وخضنا أبحرا ولها زجال إذا عنها توانى الغير عجزا فنحن الراحلون لها العجال سوانا ليس بالمقصود لما ينادي المستغيث ألا تعالوا لنا الفخر العميم بكل عصر ومصر هل بهذا ما يقال رفعنا ثوبنا عن كل لؤمن وأقوالي تصدقها الفعال ولو ندري بما المسن يزري لكان لنا على الضم احتمال ذراذ المجد حقا قد تعالت وصدقا قد تطاول لا يطال فلا جزاء ولا هلا الكلمات الصعبة والفردات اللغوية مكرمة فعل الخير السماك نجم في السماء عال يضرب به المثل في العلو وهول خوف وفزع وزجال أصوات هادرة العميم الوافر الكثير مصر الإقليم ماء المزر ماء المطر يزري يعين نكمل أبناء العزاء هلع والجزع والخوف المشين المعيم السفاهة جمع سفي وهو الجاهل وخفيف العقل النوال النصيب والعطاء الفكرة الرئيسة التي تعبر عنها هذه الأبيات فخر الشاعر بأمته وإبراز أهم ما يفخر به ماذا يفخر يفخر بأن الأمة العربية أولا لقد حازت على كل مكرمة وخلوق قويم ورجاله أقوياه أشداء أهل اثنين أهلها كرام خاضوا كل صعب يتحقى لهم ثلاثا أصحاب نخوة وشجاعة في مواقف يفر غيرهم من عدوهم خوفا وجبنا يتقدمون غير مبالين بالصعاب والأهوال أصبحت الأمة العربية حديث الأمم الأخرى بما تتصب به من المجد والعزة والكرم يلبي أبنوها نداء المستغيث ويرفعون الظلم عنه وحين يدعى الناس للنجدة فهم يظنون أنهم المقصودون بذلك سبعة الترفع عن الدنايا وما يشينهم بين الناس اللغة والصور والأساليب اسم الفاعل الراحلون والمستغيث اسم المفعول المقصود ومحال صيغة المبالغة العميم الاستعارة المكنية نراها في ركبنا للمكارم كل هول دوراً للمجد سعارة مكنية صدقاً قد تطاوح السعارة مكنية أما خضنا أبحراً سعارة تصريحية لأنه شبه شبه الموت أو المعارك به أبحر حدث المشبه وصرح بالمشبه به على سبيل السعارة التصريحية الكناية في قولي فوق السماك كناية عن علو المكانة والارتفاع خضنا أبحراً كناية عن الإخدام والشجاعة الراحلون لها العجال كناية عن علو الهم والإسراع للدفاع للوطن وفعنا توبنا عن كل الأمن كناية عن الطهر والشرط لكان لنا على الضم احتماله كناية عن العزة والإباء ذور المجد قد تعالت كناية عن علو المكانة ولا جزع ولا هلع كناية عن الشجاعة ومن الغدر أو كذب محال كناية عن الوفاء والالتزام من قبل السؤال لنا كناية عن كثرة العطاء عنوان النص هنا بنفتخر الزمان تقديم شبه الجملة على الجملة الفعلية للدلالة على همية العرب بناء إذا نقدم ما هو أهم إذا عنها توالى الغير ولو ندري اسلوب شرط غير جازم الأول إذا الشرطية غير جازمة ولو أعداد شرط غير جازمة هل بهذا ما يقال أسلوب إنشاء الطربي صيغة الاستفهام فلا جزع ولا هلع أسلوب نفي إن جن السفاء أسلوب شرط جازم إن أداد شرط جازمة الفعل توانى على وزن تفاعل وهو يحيد المشاركة لو أردنا أن نعرف الكلمة مجال لنا في كل مكرمة مجال لو وجدنا أن إعرابها مبتدأ مؤخر مرفوع علامة رفع الضمة حرف الجر عن في التعبير رفعنا ثوبنا عن كل لؤمن عن حرف الجر ماذا يفيد هذا؟ ما معناه؟ يفيد المجاوزة والآن مع القسم الثاني أو الجزء الثاني من الدرس وهو من البيت الحادي عشر حتى البيت التاسع عشر يقول الشاعر ورثنا سؤددا للعرب يبقى وما تبقى السماء ولا الجبال فبالجد القديم علت قريش ومنا فوق ذا طابت فعال وكان لنا دوام الدهر ذكر بذا نطق الكتاب ولا يزال ومنا لم يزل في كل عصر رجال للرجال هم الرجال لقد شاد المؤسس من قديم بهم ترقى المكارم والخصال لهم هم منسمة فوق الثرية حماة الدين دأبهم النضال لهم لسر العلوم لها احتجاج وبيض ما يثلمها النزال سلوا تخبركم عنها فرنسا ويصدق إن حكت منها المقال فكم لي فيهم من يوم حرب به افتخر الزمان ولا يزال الفكر الرئيسي في هذا الجزء ما ورثناه عن اجدادنا ما ورثه لنا اباؤنا واجدادنا معاني المفردات السودد المجد الكتاب المقصود به القرآن الكريم شادوا بنوا عقابوا الخصال جمعوا خصلة والخلقوا في الإنسان دأبوا معادتهم أو سيرتهم لسن العلوم التفوق في مختلف العلوم النزال المواجهة والقتال الشرح والتوضيح لقد ورثنا من أجدادنا المجد والشرح الكريم الذي عرف به العرب لقد ورثنا السيرة العطرة للعرب والشهرة وقد ذكر ذلك في القرآن الكريم نبوه العرب وتقدمهم في علوم اللغة وتقديم الحجج والأدلة المقنعة عرف العرب بالشجاعة والإقلام والاستبسار في الدفاع عن الأوطان وهذا ما ورثوه الآن ودليه على ذلك ما رأته فرنسا من عمال بطورية قام من الشاعر هو نفسه اللغة والصور والأساليب اسم المفعول المؤسس السعارة في ورثنا سؤددا نطق الكتاب لهم لسن العلوب في أخر الزمان الأساليب إن حكت منها المقال أسلوب شرط سألوا تخبركم عننا فرنسا أسلوب إنشاء طلبي صيغة الأمر وما تبقى السماو ما يثلمها النزال أسلوب نفي سألوا وتخبركم طباق الفعل توانى على وزنة فاعل وهو يفيد المشاركة أعرف كلمة مجال لأنها في كل مكرمة المجال مبتدى مؤخر وعلامة رفع مرفوع علامة رفع الضمة حرف الجر في التعبير ورثنا سؤددا للعربي يفيد الملكية إذن حرف اللام يفيد الملكية وهكذا أبناي العزاء أنهينا دراسة وتحليل مصر لنفتخر الزمان ألتقي بكم بمشيئة الله في درس آخر من دروس اللغة العربية فإلى ذلك الوقت أستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته